موعد الانترفيو 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 اليوم بشيكون مع سيد أسلان برجب الرئيس الجديد المنتخب لمنظمة الأعراف كونيكت وسياسلين أهلا وسهلا شكرا عن قبولك الدعوة شكرا نينيس شكرا على الاستضافة ومرحبا بفريقك التقني عفوا وبمستمعيك ومشاهديك إن شاء الله مبروك الانتخاب هذا مهم جدا أنه أسلان برجب يشد الكونيكت بعد جو ديغي البريزيدان إستوريك متاع كونيكت سيتارق شريف إنه بالمناسبة نسيقوله تحية من هذا المنبر على الخدمة اللي خدمة على كونيكت منظمة أعراف ثانية بعد ريتيكا اللي هي الولانية ربما تاريخيا ولكن الكونيكت اليوم قاعدة تتقدم بصفة كبيرة وهذا زاد ربما يرجع للسيتارق شريف اللي نسيقوله التحية سياسلين برجب صحيح يرجع للسيتارق شريف اللي كان مؤسس من مؤسسي منظمة العراف كونيكت يرجع لطارق شريف كذلك لأنه في بداية المدة نيابية الثانية منذ بداية المدة نيابية الثانية أعلن عن عدم نيتو للترشح لمدة نيابية الثالثة احتراماً للقوانين الداخلية والقانون الأساسي منظمة العراف كونيكت يرجع كذلك للمؤسسين بتاع الكونيكت خطر تارق شريف هم مؤسس بين مؤسسين أخرين عدة مؤسسين من حابش نسميهم باش ما ننسيش منهم البعض والعديد اللي خرج من تونس لأسباب ميهنية اللي غادر للكونيكت لأسباب موضوعية وغير موضوعية هذو ما نقولولهم شكراً يعطيكم صحة خليته صرح السوليد إن شاء الله نحافظوا عليه ومش نردوا بالنا على الصرح هذه لخطر حقيقة خدمة صحيحة خدمة في فترة صعبة برشا هي حلمة حلمة جات بعد الثورة قلنا عليش العمل النقابي انتعى الأعراف يكون من جهة واحدة ومن صوت واحد يجبنا صوت ثاني يجبنا مقاربة أخرى يجبنا نفوغي سيبتاكل للأعراف والحلمة هذية تحقت ومزالت صحيحة يعودها مزالت ريه لكن نبدأ يبس بشوية بشوية ودورنا أنه انكابيتاليز اللي عالي تعمل لكن زادا كذلك نخلق روح جديدة نخلق نفس جديد نخلق مقاربة جديدة بمكتب تنفيذي جديد وكان حقيقة نانيس جبت على المؤتمر الانتخابين تاعنا والمؤتمر الثالث كان حقيقة عرس بأتم معنا الكلمة نحب نمشي معك في مواضيع ربما حارقة شوي زادا وأتهمر العام التونسي نحب نبدأ بقانون المالية ومشروع قانون المالية سياسلين برجب أنتم منظمة الأعراف شفتوا الموتور اللي خرجت اللي ربما يتم تعديله في بعض الفصول ربما لي على مستوى لجنة المالية اليوم موجودة في مجلس نواب الشعب صارت استماعات للعديد من الوزراء وخاصة سيدة وزيرة المالية والطاقة من تاحها اليوم كالمنظمة أعراف كيفش تشوفوا مشروع قانون المالية لسنة 2024 والله شكرا أنيس على سؤال ولو حبيت نحكي شوي على العرس الانتخابين نرجعوله نرجعوله لكن c'est important aussi de parler de la loi de finance ما فهم حتى مشكلة الله يبارك أنا الوات فينانس أنيس كان فهم رقم يجلب انتباهي هو 16 مليار دينار هو رقم الاقتراض الخارجي رقم مهم مفزع إذا نعرف أنه عن جزء من الاقتراض الذي بش نمشي للشقيقة الجزائر روميجيم الشقيقة الجزائر الشقيقة العربية السعودية وافخية كسيمبانك الحاجة الباية كي نقرأوا قانون المالية في تفاصيله بش نشوفوا أنه غلق الباب على الاتحاد الأوروبي لكن خلى اون بورت انتخوفر للصندوق النقد الدولي دونك فما إمكانية أنه نرفعوا جزء من الاقتراض الخارجي وهذا اللي نتمنى وهلي مصلحة البلاد من صندوق النقد الدولي صحيح أنه في آخر تصريح لرئيس الجمهورية قال لا لصندوق النقد الدولي لكن قال لا لصندوق النقد الدولي اللي يفقر الشعب واللي يفرض علينا إملاءاته يعني أنه لو نحسن التعامل والتفاوض مع صندوق النقد الدولي باحترام المقاربة الاجتماعية للدولة باحترام بالابتعاد عن الإملاءات ربما ستعاد الأبواب ستعاد فتح الأبواب وستعاد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي خاصة عندما نقرأوا قانون مالية ونشوفوا أنه الجانب الاجتماعي موجود 11 مليار دينار دعم والجانب كذلك نتعى مصاريف الدولة بقعد موجود اللي هو 23 مليار دينار وظيفة عمومية سالي دو جران بوست نتعى القانون المالية دونك هذو ما يثبت أنه الدولة ماشية في مسألة الدعم ومحافظة نوعا ما على اللي هي يلزموا مع حاجة واجبة اقتراث داخلي واقتراث خارجي لفايد ديفيكسون يجبنا نقص منه متع السيستام بانكير الوفيرتور sur l'international أقل بالنوتاشون تاعنا دونك يجبنا نعملوا على رواحنا يجبنا نعملوا على الخدمة صحيح المداخيل الجبائية هي أهم مداخيل في قانون مالية وصحيح أنه ما قاش بالمؤسسة هذية من نعرفوه ومواقعش خلق ذرأب ولا معناها وجود ذرأب جديدة في قانون مالية لكن فيما إتوات جديدة إتوى للقطاع البنكي وسمعتكم قبل تحكيوا عليها وانا في ثنية إتوى للقطاع مشتقات الحليب جبن جو بانس إتوى على القطاع السياحي وما أدراكم القطاع السياحي ليش هد انتعاشا بيان نخرج جمع هذي امتعاض من قبل الوتلاجية وقطاع السياحي على اعتباره أنه هذا مشحف ومشحف جدا نرجعو لها ربما بإثنان في حصة أخرى الموضوع هذي متع السياحة وقانون المالية موضوع آخر أحكيت لي على الميزانية معنا تركيزك كان على الميزانية لكن ماذا بيها وانت تمثل سيادتك رئيس منظمة عراف اليوم الأحكام الجبائية هل تشوفيها أحكام الجبائية تساهم في دعم الاستثمار مكبلة للاستثمار مقلقة للمستثمر أو بالعكس ربما تفتح الباب للاستثمار سياسة لمرجب هو منجموش نقوله مشجعة للاستثمار بش ما نكونوش فوق التفائل لكنها فما إن غياليتات عم فينا اليوم غياليتات تعيندات بيبليك كبيرة برشا دونك اليوم جاد الفقير وبما له اليوم القانون المالية أعطى تخاليني دوكريدي للمؤسسات واحدة للمؤسسات لشركات الأهلية والأخرى للميهن الصغرى والأخرى لشركات الصغرى والمتوسطة بعشرين مليون دينار كل واحدة قانون المالية كذلك أعطى تحفيزات لتكوين الشركات الجديدة بأفاءها جبائيا لمدة الأربع سنوات الأولى لكن ما ننكروش أنه فهم ضخط جبائي ضخط جبائي مرتفع أحنا ما نشأ خصائيين في اقتصاديين لكن سمعنا الخصائيين الاقتصاديين يحكيوا على ضخط جبائي فمشكون يحكي على 25% فمشكون أول الضخط الجبائي أخذن بعين الاعتبار القطاع الموازي وورا لأنه يفوق 40% اليوم لما نحكيوا على مناخ الاستثمار شنو هو مناخ الاستثمار؟ هي مجموعة عوامل اقتصادية اجتماعية سياسية إلى غير ذلك تخلي المستثمر يقرر بشي يستثمر ولا لا اليوم مناخ الاستثمار هو ليس فقط تشجيعات جبائية ليس فقط تشجيعات في قانون مالية وإنما هي مناخ أرضية أرضية بيرقراطية رقمنا إلى غير ذلك نشمروا إيدياتنا ونخدموا على المقاربة هذه لهاية نجم تعاون برشا نخدموا على المقاربة التضامنية التضامنية بين الشركات الشركات الكبرى والمتوسطة يجبوا أن تتحمل ربما أكثر من أي وقت مضى هذه الفترة رأي الفترة اللي عايشين هتوا ما هيش نتاج تاعة ثلاثة أربعة خمسة سنوات تعدية تنيس هي نتاج لأكثر من عشرة سنوات بصدمات داخلية وخاصة خارجية رأوا نحكيوا على ديما زو ثلاثة صدمات نقتصروا على الحرب الروسية والكوفيد لكن عنا نتائج أحداث الثورة عنا الاختيالات السياسية عنا الأحداث الإرهابية معناها فيهم سوسة والحافلة وباردو عنا كما قلت لك الكوفيد وعنا مؤخرا الحرب الروسية الأوكرانية لكن خلطت عليهم حاجتين الأحداث إنتاج على الشرق الأوسط ربما تؤثر على برميل النفط اللي حتناها في 81 دولار في قانون المالية وكذلك الشح المائي احنا توا يوم السبت 17 ولا 18 نوفمبر اليوم السخانة هذية مظاهر لي مشتعة نوفمبر معناها اليوم الشح المائي يجب أخذوا بعين الاعتبار اليوم في كل مؤسسة وتغير المناخ يجب أخذوا بعين الاعتبار في كل مؤسسة وكانت فرصة احنا في المؤتمرات انا اكدنا على النقطة هذه النقطة البيئية كمقاربة تنافسية للشركة سياسة لينبرجب رئيس المنتخب لمنظمة الأعراف كونكت ما نجمش تجيب أحذية ومنسلكش على ربما رأيك في الإقافات التي تهم رجال الأعمال منذ أيام كونكت منظمة أعراف واليوم هناك العديد من رجال الأعمال اللي موجودين على ذمة القضاء الاعتبارات فما يكون تآمر على أمن الدولة فما يكون ربما معناها قضايا فساد بطبيعة الحال أحنا نسوق في المعلومات هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها ولكن هناك قارينة براءة أساساً وسيادتك محامي تعرف أكثر مني ما معناها قارينة البراءة ولكن كيفاش يشوف رئيس منظمة أعراف هالإقافات لقاعدة صهيرة في تونس والله قبل أن نكون رئيس منظمة أعراف أنا محامي ورجل القانون ونأمن إيمان شديد بقارينة البراءة لكن كذلك نأمن باستقلال القضاء وبالعمل القضائي واحترام العمل القضائي رئيساً ما يتم صدور حكم يأي واباد في القضاء هذه نحن أملنا كل في القضاء لكن في نفس الوقت نحن نقوله يجبنا نفرقوا ما بين نوعين من الفاعلين الاقتصاديين الفاعل الاقتصادي يقوم صباح يمسي خرج أداءاته يخلص ضمانه الاجتماعي يحترم العمل أنتاعه ويحترم الدولة ووجود الدولة والفاعل الاقتصادي ليعمل في صفة موازية عن لذكرناه هذا الكل ولا يمكنه أن يستوي هذين الطرفين فما شاذنا معناها من يجب نعمه هذا شاذ يحفظ ولا يقاسه عليه الفاعل الاقتصادي التونسي هذا هو ليخلي الاقتصاد في سمود وفي تواصل السمود برغم الأزمات والصدمات والتوترات هذا هو معناها نحن نتيقنين أن الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين واللي مزالوا يخدموا واللي حافظوا على اقتصاد بلادهم موجودين وعديدين صحيح فما تواتر وتعدد الإيقافات لكن نخلي قرينة البراء يجبنا نحترم كما قلت لك العمل القضائي لكن يجبنا نحترم الأشخاص التي وقع إيقافها ما نتعاملوش معها بمعاملات محاكمة في بلاتويت راديويت وتلافز وانا بمقاربات احترام وجود الدونة من جهة وسلطة القضائية من جهة أخرى نحب نرجع للعرس الانتخابي اللي قلت سيادتك عرس انتخابي اللي هو المؤتمر الانتخابي اللي تمكنت فيه سيادتك أنك تكون رئيس منظمة الأعراف كونكت البروغرام اللي مشيت عليه التوازونات اليوم اللي موجودة على مستوى كونكت كونكت انترنسيونال اوسي سي سي امورتان لأنه انتو ما عندكم رافض هم وهم جدا يهم كونكت انترنسيونال اليوم المانداء متاعك سياصلان برجب مش يكون بازي على كل پون ولا كل زكس هو سيني شكرا على السؤال هو المؤتمر الانتخابي انتاعنا تم على يوم 10 نوفمبر معناها قربة الجمعة على يوم كامل في الجزء الاول كان منتدى علمي والجزء الثاني الى ساعة متأخرة من الليل كان عرس انتخابي لكن قبل هذا الكل ستة شهر قبل هذا الكل قمنا بمؤتمراتنا الجهوية والقطاعية 123 هيكل فيه جهة وقطاع وقطاع جهوي الكل هم عاودنا لهم المكاتب التنفيذية انتاعهم الكل لقد عنا رؤسة 123 قطاع جهويين وقطاعيين وقطاعيين جهويين تموا في ستة شهر الاخرانين وقعت تجديدهم بما فيهم كونكت الدولية وحبيت فرصة نذكر انه كونكت الدولية منذ بضعة ايام وقعت مترأسة من السيد طرق الشريف اللي هو بحكم علاقاته الدولية علاقاته في مجال المال والأعمال في مجال الرياضة افريقيا وعربيا ودوليا ستنتفع كثيرا كونكت الدولية بهاتي المقاربة لتحسين نوعية انشطتها وزيزين من منطاحة البرة الجمع الفاتي تجاو جميع انهارت المؤتمر من الشين جمعتين التالي من الأمريكا زياراتنا للإفريقيا وللأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا ستتواصل لتشجيع المستثمرين التوانسة لاقتساح الأسواق الأجنبية والخارجية لتصدير منتوجهم ولقيام بعلاقات ما بين تونس والدول الأخرى هذا مهم لكونكت الدولية طبعا كونكت الوطنية اليوم قمنا بتكوين مكتبنا التنفيذ نقبل ما نكون رئيس عضو مكتب تنفيذي كبقية الأعضاء الكل عندي ربما برنامج فردي لكن البرنامج ما نجم يكون مرتكز كان على الذكاء الجماعي على القرار الجماعي لذلك نحن يزمنا ربما اجتماع مكتب تنفيذي أو اجتماعي مكتب تنفيذي لتتبرور الرؤية لتتماشى مع موزيك لعننا موزيك غير الموزيك في المكتب التنفيذي ما بين قطاعات ما بين جهات شمال جنوب قطاعات كبيرة صغيرة إلى غير ذلك برشا ديمقراطية في كونكت تذر أنت تحزب رأيك لا 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 كنقول قانون الداخلي وقع احترامه بحذافيره كنقول حضرنا في المؤتمر الانتخاب بثلاث قوزات من المحكمة الإدارية راقبوه نقطة نقطة زنجة زنجة ما خلينا حتى تجاوزات وهذا كتلع أشخاص عمرهم ما كانوا يستنوا في روحهم مشتلعوا كتلعوا حرفيين من مناطق داخلية في البلاد كتلعوا مؤسسات صغيرة وصغيرة جدا كتلعوا مؤسسات كبيرة كراءوا الموزيك هذي المختلفة هذه هي تونس لنحبوها كعانا رئيس منظمة أعراف في عقده الرابع من عمره كعانا رئيس منظمة أعراف من قطاع الخدمات ونقولوا هذه هي التونس لنحبوها هذه هي المؤسسة لنحبوها وهذه هي منظمة الأعراف لنحبوها علاقة كونكت بمنظمة الأعراف لتيكا في حضور رئيس جديد الكونكت سياسلين برجب كيفش مش تقول هي علاقة أشقاء كما النادي لتساعد لتشجع وانتي والنادي لتشجع وانا سياسي هي علاقة أشقاء أصدقاء هذه هي سياسلين اللغة الخشبية هذه هي علاقة أصدقاء احنا نحترموهم عنا ربما توجهات مختلفة لتوجهات هما عنا أهداف مختلفة الأهدافهم هنا عنا نوعية شركات مختلفة احنا أخر على سبيل النقطة أخر أخر هيكل كوناه هو أنجروبمان جديد تكون في تماشي مع الشاح الماء اسمه جروبمان ديتغوبوني هي الزراعة فوق الأرض اللي ما تكلش برش الماء ما تكلش بالكل الماء وما تسحقش أراضي معناها تنجم فوق السطح أنت يعقل في البراكن في مصر مصر وما أدراك معناها الفقر مطقع فيها وعندهم مشكلة زادة أنت عمي إبن في البراكن وفي الأسطحات وفي الأراضي أنت عميتين وثلاثمائة مئت وتلقى تقان 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 أنت زراعات فوق الأرض وهذه مقاربة منظمة عرف مواطنة تنظر للبيئة وللأغسول المسؤولين المجتمعيين المؤسسات كرافد وكوسيلة لقدرة تنافسية للمؤسسة بصفة مستقلة عن السعر وعن جودة البضاعة فما طرق أخرى اليوم تكتسح الأسواق هي المقاربة البيئية هي المقاربة المسؤولية المجتمعية وهذا هو أنيسة نحن لنأمن به هي مراوغة لما حالا ما جاوبنيش برشا على لتكا دونك ومشان لي هزلي دروبوني دونك فينا الما نتصور أنه مشكون فما علاقة جديدة اليوم بين إن شاء الله إن شاء الله مديني ديكم أنتم كيما هما مدو ديهم حق هنيونا حبر ما كملنا المؤتمر انتاعنا وهذا من شيء من الكبار وإن شاء الله فما كان الخير لي جايش قد نشكك برشا سيد أصلين برجب رئيس الجديد المنتخب لمنظمة الأعراف كونيكت كونيكت كانت عاملت المؤتمر الثالث متاحة دونك نهار الجمعة الفارتة بالتوفيق لك شكرا لكل الفاريق لأنه توا زادة فما خدمة متعة تكوين فما المكتب التنفيذي ولكن فما خدمة زادة متعة تكوين لي جين وبالوارت ربما رؤية رؤية استراتيجية ل انسكوب 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 سيك أول ندو الصحفية بشنا عملوها في علاقة بقطاع سيخ نياسر في تونس كمانا اللي تيود بر لكلها وكي بشتخرش فما أرقام قاعدين نخموا كي بش نخرجوهم على ما هي سيخنا الأرقام هذية قطاع الخبس قمنا بدراسة على قطاع الخبس وهي وضح توا شنوها قبل حتى دراسة ووضحة دور المخابس العصرية ومخابس التقليدية لكن دراسة قام بها بسي عبدالقادر بودريقا لنستغل فرصة لنشكره في العمل الجبار العلمي اللي قام به في المؤتمر لكن أتمها كذلك بدراسة خاصة بشي قدموها لوزارة قد رحنا مجتمع مدني اقتصادي كأي منظمة عراف نقترحه على الحكومة وهي تأخذ القرارات اللازمة هي ولا مجلس ويقشعب وهذا دور نحن دور اقتراح توعية تثقيث اقتصادي وقمنا بالدور هذا أظن في الدراسة هذه وإن شاء الله تكون لدينا كونفيرانس دي برس واختراح قاعدين ندرس ربما بعض أيام الأسبوع القادم ربما تخرج كونفيرانس دي برس ويقع استدعائكم وربما رئيس مجمع المخابز هو اللي قدمها بصفة التقنية ومعرفته أكثر من أين كان للقطاع شكرا لك سيد أسلين برجب رئيس منظمة الأعراف كونكت يعطيك صحة لكل هذه المعطيات بالتوفيق لكل فريق اللي عامل معا ولكل لخيان في كونكت حسنا انتهت